يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي تعقد بمدينة المنامة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة رئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف وأضف متحدث الرئاسة أن القمة ستنقش باستفادة العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وجهود حالة الأزمة الحالية في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية بما يستدعي موقفا واضحا من المجتمع الدولي لرفض هذا التحرك كما ستتناول القمة الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة وكيفية استعادة الاستقرار بالمنطقة هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه القادة العرب على هامش القمة ترجمة نانسي قنقر